العراق يمر بالكثير من التحديات منها الانقسام السياسي والاحتجاجات فضلا عن المخاوف من انهيار الاقتصاد وتأثيرات التوتر الامريكي الايراني الامر الذي يحتم على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ادراك اهمية معالجة هذه المشاكل في ظل حكومة انتقالية تعتزم اعادة بعض الاستقرار الى البلد ولكن الجميع يسأل عن كيفية تخطيه هذه التحديات المتداخلة معهد بروكينجز الامريكي اقترح ان تقوم واشنطن بانشاء ما اسماها البحور الخليجي الامريكي في بغداد لتمكين الكاظمي من تجاوز التحديات التي يمر بها العراق الاقتراح جاء مستندا على ان دول الخليج لم تستثمر حتى الان بشكل مهم في موارد العراق رغم ان كل من مساعي واشنطن ولندن تأتي لتمهيد الطريق امام الاستثمارات والدعم الخليجي من اجل العراق لجلب الاستقرار الى البلاد بعد حرب شرسة ضد داعش الارهابي الدراسة اشارت الى ان الولايات المتحدة بامكانها اعادة اندماج العراق في العالم العربي واعادة احياء علاقته بالخليج على اساس المصالح المشتركة للمساهمة في تنشيط اقتصاده وتقليل اعتماده على ايران من خلال دعم الولايات المتحدة وقيادتها خاصة بعد زيارة الكاظمي الى واشنطن وقرب زيارته للرياضة التقرير الامريكي لخص الامر بمقاربة ثلاثية الوجه لدول الخليج تجاه العراق اولها الانخراط دبلوماسيا مع بغداد خاصة مع وجود الرئاسات الثلاث التي تتمتع بعلاقات جيدة مع القادة الخليجيين وثانيها تطوير العلاقات سياسيا واقتصاديا واخيرا احتواء النفوذ الايراني في العراق والمنطقة اشتركوا في القناة